عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تعوق عمل منظمات المجتمع المدني لتفعيل دورها التكملي لدور الدولة في معظم القطاعات وأكد أعضاء تنسيقية أن الورشة تطرقت إلى العديد من المحاور منها الهدف من تواجدها وطرق تمويلها ومراقبة أنشطتها وتحديد أولويات العمل الأهلي كما أشار أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى التعاون مع مختلف الجهات والوزارات لوضع أطر تشريعية تحدد عمل المنظمات لتكون فاعلة في المجتمع مجتمع المدني هو شريك أساسي في عملية التنمية وهو الضلع الثالث في تحقيق التنمية مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي وبالتالي لازم نشوف إذا احنا بصدد بناء جمهورية جديدة لازم نشوف التحديات والمعوقات اللي بتقابلوا وبالتالي تزليل العقبات عشان نقدر نسهل القيم بدور وين وقعت محافظة بني سويف بروتوكول تعاون مشترك مع تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجال تطوير وتقديم الفرص التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للإمكانات والموارد المتاحة بالمحافظة رحب محافظة بني سويف بتوقيع البروتوكول مع تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين مشيرا إلى أن البروتوكول يعد استكمالا لخطة عمل المحافظة في الفترة الحالية التي ترتكز على التوسع في التعاون مع كل القوى السياسية والمجتمعية من جانبهم أعرب أعضاء تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرهم الكبير لمحافظة بني سويف لما يقدمه من دعم لكل جهودهم